احلى مساء على الناس الكويسة من قناتكم زي الكتاب في عالم الكلاب فيديو النهاردة عن كلب النابوليتم ماستف ايطالي المانشا واللي اصوله ترجع لعصر الامبراطورية الرومانية يعني الكلب ده تاريخه قديم جدا وفي الاساس الكلب ده بيصنف على انه كلب شوق وكانوا بيستخدموه زمان في الحروب ويقال ان الاسكندر الاجبر كان بيستخدم الكلاب دي في غزواته ولكن في الوقت الحالي نابوليتم ماستف بيستخدم في الحراسة بشكل اكبر واستمد اسمه من مدينة نابولي في ايطاليا مواصفات النابوليتم ماستف كالتالي النابوليتم ماستف كلب حجمه كبير فاتذكر فيه بيكون ارتفاعه من 63 سنتي ل 78 سنتي ووزنه بيكون من 60 كيلو جرام ل 70 كيلو جرام والنتاية بيكون ارتفاعها من 58 سنتي ل 70 سنتي ووزنها بيكون من 50 كيلو جرام ل 60 كيلو جرام النابوليتام مستف كلب فروق صير جدا ومن نوع دابل كوت وبيكون ناعم ولامع النابوليتام مستف شكله مميز وتقدر تعرف عليه بسهولة من شكل التجعيد الجلدية اللي بتكون على وشه وجسمه النابوليتام مستف كلب تكوينه العضل هايل جدا وشكله مهيب حتى التكوين العضمي بتاعه ضخط النابوليتام مستف كلب جسمه مستطيل بمعنى ان ارتفاع الكلب بيكون اقل من طول جسم الكلب وطول جسم الكلب بيزيد عن ارتفاع الكلب بنسبة تقريبا 15% الوان النابوليتام مستف محددة وهي الرمادي او الازرق والمهوجنة او الفون والبرندل والبوني والاسود وبيكون مسموح بوجود لون ابيض في صدر وصابع الكلب النابوليتام مستف في الوضع المسعلي بيعيش من 7 ل 9 سنين بطن انتهيت النابوليتام مستف بتشيل من 6 ل 12 جرب خد بالك ان النابوليتام مستف كلب ليه خطين دم وهم خط دم العروض وده اللي شكله مألوف بالنسبة للناس اللي تعرف النابوليتام مستف واكتر حاجة بتميزه هو التجعيد اللي بتكون مالية وشه وجسمه وحجمه كبير وفيه خط الدم التاني وهو خط دم الشغل وده كلب بتكون التجعيد الجلدية فيه قليلة جدا او منعدمة وبيكون حجمه اقل من النابوليتام مستف بتاع العروض وبتكون نسبة شرسته اعلى بكتير من خط دم العروض مميزات النابوليتام مستف كالتالي النابوليتام مستف فاروق صير ومش بيوقع شعر كتير النابوليتام مستف كلب هادي ومش بينبح الا في حالات الضرورة القصوى قوي اللي هو لو حس بوجود خطر فعلا يعني النابوليتام مستف مزاجه واسلوكه معتدل وقامن مع الاطفال لكن طبعا ما يفضلش انك تسيبه مع اطفال او حيوانات صغيرة لان حجمه كبير جدا فممكن يسبب لهم اذى بدون ما يقصوا النابوليتام مستف كلب عيلة كويس جدا النابوليتام مستف سهل انك تدربه لكن بشكل محدد بمعنى انك جايب الكلب ده للحراسة فتدربه حراسة مع اوامر الطاعة بس لكن هو مش كلب شامل النابوليتام مستف كلب حجمه كبير ووزنه تقيل فمش هيحتاج منك مجهود يومي عشان تمشيه وتجريه النابوليتام مستف عنده حس الحراسة والدفاع كويس جدا فتقدر تعتمد عليه في شكل كويس النابوليتام مستف ودود مع افراد العيلة لكنه متحفص حبتين ثلاثة مع الاغراب وده شيء كويس نيجي لعيوب النابوليتام مستف وهي كالتالي النابوليتام مستف كلب حجمه كبير فمحتاج مكان واسع يعيش فيه النابوليتام مستف كلب حروب في الاساس وتكوينه العضل مهيب جدا فمتتوقعش ان التحكم فيها يكون سهل فلازم تعلمه طاعة من بدري اوي وهو جره ولازم يوميا تكرر عليه اوامر الطاعة عشان زكاءه مش من ضمن التصنفات العالية وخد بالك ان كلب بالشكل ده لو قرر انه يهجم على بني ادم فسيادتك هتتبهدل جدا وده بيحط عليك مسئولية كبيرة جدا جدا النابوليتام مستف بيوقع لعاب كتير وبالذات الكلاب اللي عندها شلاضين كبيرة اوي فدي بتكون مؤزية في موضوع اللعاب ده النابوليتام مستف زكاءه مش اعلى حاجة فما تتوقعش منه اوامر كتير زي ما قلتلك النابوليتام مستف كلب شخصيته مستقلة وعنده شوية عنده فبالتالي لازم تكون صبور اوي وانت بتدربه وتكون فاهم امكانيات كلبك وفاهم انه مش هيستجيب للأوامر بسرعة النابوليتام مستف كلبه وزنه تقيل على هيكله العضمي فعنده مشاكل دايما في العضم ده غير ان التنايات الجلدية بجسمه كتيرة ودي لازم تحافظ عليها نشفة ومضيفة ان لو وصلها رطوبة هتبهدل الكلب وهتبهدلك معاه النابوليتام مستف كلبه عنده باكتج امراض محترمة زي تشوى مفصل الفخد وامراض الودان والتعبات الجلد والحساسية ودمور شبكية العين وفشل القلب والطرابات المعدة خد بالك ان قوة العضة عند النابوليتام مستف هي 40 كيلو جرام على السنتيمتر المربع اشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي اشتركوا في القناة